توجه وزير الداخلية محمود توفيق يرافقه أعضاء المجلس الأعلى للشرطة إلى القصر الجمهوري بعبدين وذلك لتسجيل كلمة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح أسيسي في إطار الاحتفال بعيد الشرطة وتقدم الوزير بأسمى عبارات التقدير والاعتزاز وأبلغ كلمات التهنئة والامتنان لمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والسبعين لمعرقة الإسماعيلية الخالدة والتي جسد فيها رجال الشرطة أصدق معاني تضحية للوطن بالزود عن أمن وأمان شعبه العظيم بكل غال ونفيس ليسطر التاريخ للشرطة دورها الوطني عبر العصور وأكد للوزير أن مسيرة جهاز الشرطة تمضي خلف قيادة الرئيس السيسير حكيمة لأداء رسالتها النبيلة نحو مستقبل أفضل للبلاد